مرة اخرى عادت مشاهد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في اقليم كردستان لتظهر على واجهة الاحداث والتكسر حاجزا من الهدوء دام اسابيع قليلة بوصلة المطالب الشعبية خلال التظاهرات لم تتغير وجهتها هذه المرة ايضا لعدم حدوث تغير في طبيعة الحياة اليومية للمواطن ولا بالمشهد السياسي مع استمرار المعاناة التي اصبحت مزمنة والنجم عن تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين التظاهرات بدأت هذه المرة وعلى غير ما هو معتاد من زاخو لتنتقل لاحقا الى مدن من بينها حلبشة ورانيا والسليمانية واربيل وبدأت شرارتها مع اعلان الحكومة الشروع بتوزيع رواتب شهر اذار المتأخرة اصلا مع استقطاع نسبة واحد وعشرين بالمئة منها بعض التظاهرات تطورت الى اعمال عنف بين المحتجين والقوات الامنية اسفرت عن اصابات بين الطرفين اضافة الى حرق بعض المباني الحكومية ومقار الاحزاب حكومة اقليم كردستان اكدت مشروعية حق التظاهر لكنها شددت على ضرورة الابتعاد عما وصفته بالتخريب والاضرار بالممتلكات مفوضية حقوق الانسان بالعراق دعت جميع الاطراف في الاقليم من متظاهرين وقوات امنية الى ضبط النفس مبدية قلقها من حدوث اصابات خلال التظاهرات توقعات المراقبين تشير الى استمرار النقمة والغضب الشعبي بين مواطنية الاقليم في ظل غياب اية حلول تنهي معاناة المواطن الذي اثقلت كاهله الازمة الاقتصادية التي بدأت منذ ستة اعوام والتي كانت المحرك الابرز لموجات التظاهر مع وصول معظم الاهالي الى حالة من اليأس القت بظلالها على الحياة الاجتماعية توصل حكومتي بغداد والاقليم الى اتفاق شامل حول جميع الملفات العالقة اولا وتطبيقه على ارض الواقع ثانيا كفيل بانهاء اعتقاد سائد في الاوساط الشعبية بشأن عقم الزيارات المتكررة والمتبادلة لوفود الطرفين وعدم جدواها وهو الوحيد القادر على منح بصيص الامل في غد افضل طال انتظاره اشتركوا في القناة انتظاره قوتك موسيقى شكرا